اضطر قطع حضرتك أنا آسف ونروح لأرض المرأب معنا زميلتنا مريم ساميح ولقاء مع أحد نجوم الفريق أسامة الجزيرة تفضل يا مريم برحب بيك يا كابتن هيسم وطبعا برحب بيديو فاكل كرام الكباتن الكبار كباتن السوديو التحليلي كابتن يحي يوسف كابتن محمد عبدالله واحد من أهم نجوم المباراة النهاردة الحقيقة شفنا عمل مباراة كبيرة جدا وقوية جدا كابتن أسامة الجزيرة برحب بيك على شاش قناة نادي الأهلي الحمد لله يمكن المباراة الشوت الأول ما كناش موافقين ولكن الشوت التاني الحمد لله قدرنا نحن نعمل كومباك وتنتهي المباراة بالتعادل رحب بيكم ورحب بالناس الموجودين معنا ذاكي الكتب ربي عملنا بداية ماتش مش كويسة منزلناش مراكزين في شوية تسارع في الهجوم وفي ما فيش دفاع ما كانت زبط مية بالمية الحمد لله معنات رجوع اللي عملناها في الشوت الثاني ومفارق ستة تهداف نرجعه معنات ذا يدل على شخصية نادي الأهلي نبنيه على الشوت الثاني والموسم إن شاء الله معنات مزال طويل وإن شاء الله نزاله الماتشات المهمة إن شاء الله نكونوا مراكزين في الماتشات القادمة إن شاء الله ونبنيه على الشوت الثاني كما قلت ومعنات شخصيا لو نلعب كل ماتش زي الشوت الثاني نفوزه على الفجرة كل كل بفرق غابية إن شاء الله الجاي خير إن شاء الله كابتن أسامة يمكن تعديلنا في المرحلة الخامسة مع الزمالك وأيضا في المرحلة الأخيرة تعديلنا معاه يعني في النهاردة وكمان في المرحلة الخامسة يمكن لسه قدامنا ست ماتشاط علشان نعوض في الدور النهائي الاستعداد للمرحلة اللي جاي الزي والله مع المباراة الزمالك والأهلي دي مباراة قمة فارقين معنات من أقوى الموجودين في إفريقيا أكيد حيكون معنات المباراة حتكون ما فيش فارق كبير معنات فارق واحد تعادل اثنين مكسيموم مش نترو مش نكونوا مراكزين على الماتشات القادمة مش نعملوا ريكافر معتا اللازم كل اللعب يركز الأهمية معتا متتركيز برا الملعب أكثر من ملعب مش نلعبوا ثلاثة مباراة في ثلاثة أيام المجمعة الأولى والمجمعة الثانية إن شاء الله رب يوفقنا إن شاء الله نفوزه بالستة ماتشات إن شاء الله نفرحه جمهور الأهل إن شاء الله ونكسبه الدور إن شاء الله كنتم أخيرا لو في حاجة هنتغاض عنها خلال الفترة المقبلة في المرحلتين المجمعتين في الدور النهائي هيكون إيه علشان ما يتكررش اللي حصل في الشوت الأول نهر والله نفرجوا في المراتش نحاودون ونعملوا حصة فيديو وكل اللعب يشوف الأخلاط متاعه عشان ما يكررهاش وليزم نكونوا معناة رزان أكثر ونصبروا على الكورة ما نتسجعوش معناة الكورة لازم تكون عزيزة ما نتسجعوش ونخشوا في المباجآت واحدة واحدة وإن شاء الله يجي خير إن شاء الله شكرا كابتو أسامة نورطان شرفتنا عشان شكرا تنري ده طبعا كان حوارنا مع واحد من أهم نجوم لقاء النهاردة طبعا دربي الأهلي وزمالك في المرحلة الأخيرة أو في الجولة الأخيرة في المرحلة التانية بشكركم جدا العودة لكم مرأة أخرى مريم سبيح من أرض مرعب بشكرك شكرا جزيلا